وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي دعم القاهرة لاستقرار الأوضاع في العراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه خاصة في جهوده في مكافحة الإرهاب وخلال لقاءه على هامش أعمال القمة العربية بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد شدد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الاضطرابات الراهنة وحضر الجانبان من التدعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية